فكت بتقولي ايه علاقة ده يا عم يوسف بالنهاردة والماتش اقولك فيه ناس كتير كانت بتظن انه احنا النهاردة مش هنعدي من ماتش المغرب ده وكويس اوي ان احنا عدنا من كوت ديفور وحتى لما جينا عدنا من كوت ديفور احنا بقى الناس اللي ببص ايه وببص بنظرة يائسة اقولك انت عدت من كوت ديفور يا عم بدربات الجزاء الترجحية اللي هم الخمسة اربعة وما الى ذلك اقولك لا استنى اصبر وتفرج على الماتش ماتش حلو البلدين لعبوا حلو مغرب لعبة حلو جدا سبقتنا باول هدف جينا بعد كده ترك محمد صلاح تركين تريزيجي ومحمد صلاح ايه الشطرة والحلوة والطعمة خلي بالكو اليربيس بتاعتي فاصلت احاول اصلاحها واحنا على الهوى لان انا شطر جدا في الحاجات دي طبعا ولا شطر ولا حاجة بس اهو لكن هكامل معاكم الكلام وانا بزمط القصة دي فاللي حصل ايه لعبنا ماتش ولا اجمل ولا اجمل ولا ابدع ولا اروع طيب فوق كل ده وانا مش عارف هل المحللين الرياضيين تحدثوا في ذلك ولا لسه بس في حاجة تانية بقى غير التقسيمة والتشكيل والتوزيع بتاع اللعيبة واللي بيقول يعني وهنا كيروش عرف امكانيات وقدرات كل لعيب موجود في المنتخب كل لعيب ولانه لو تاخد بالك كنت ساعتك تقول ايه هو كيروش بيحركهم في مراكز ما كانتش مراكزهم ومش عارف ايه حاجات زي كده على ما يبدو الراجل كان عنده تصور انا عايز اعرف اخرك ايه يعني انا لو حركتك من الحتة دي وحديتك في الحتة دي في الملعب هتأدي ازاي وما الى ذلك فعارف اخر كل لعيب فين اخر قدراته ايه واللعب كان حاله ادي واحد اتنين اللياقة البدنية هنا بقى لك كنت بقولك عليه هل محللين التفتوا لذلك ولا لا اللياقة البدنية بتاعت الفرقة بتاعتنا مختلفة عن اللياقة البدنية بتاعت الفرقة بتاعتنا من كام شهر فاته بالايجاب وبشكل ملحوظ المغرب طول عمرهم وبقيت بالمناسبة الدول بتاعت شمال افريقيا وعموم افريقيا بشكل عام ما شاء الله عليهم ربنا يديهم الصحة اللياقة البدنية بتاعت الفرق الافريقية دايما كانت حلوة والحق يتقال دايما كانت متفوقة علينا في مسألة اللياقة البدنية دي يعني تلاقي اللعيبة بتاعنا بدأوا في الدقايق الاخيرة او مثلا في اخر تلتة او ربع من الشروط التاني يبدأ اللعيبة بتوعنا يتعبوا ويبان عليهم التعب الانهاك وكنت تلاقي الفرق بتاعت كل افريقيا ما شاء الله يا رب ديهم الصحة دايما يعني فانها كلنا اشققاء وده رياضة ولا الهواء ايه وحوش تزدين الملحب يجروا رايح اول رايح من اول والاخر وحاجة المراضي لو خدت بالك الفريق بتاعنا هو اللي فل وفريق المغرب كان بعدنا في المرتبة التانية بقى يعني مش بس بقى في النتيجة ان احنا فوزنا حتى على مستوى اللياقة البدنية احنا فوزنا ليه لعبتنا من الدقيقة الاولى لحد اللحظة الاخيرة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اطرات بتجري في الملعب وحوش وبالمناسبة كل اللي عيبه لعبه حاله يعني فأس كتير لك مثلا ايه وصلاح هو صلاح بيلعب حال وجمعة طول الوقت مش مختلفين بس بقى انا لاحزت حاجة وانا مش رجل كراوي قوي يعني بس انا لاحزت حاجة بقى صلاح بيلعب برجليل اتنين اليمين زي الشمال والشمال زي اليمين رهيب ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه وبعدين عنده شخصية جوه الملعب شخصية طاغية وهنا بقى تشوف ازاي صلاح يصلح يعمل أسست لتريزيجي اللي هو انا في رأيي طول الوقت من يوم ما شفت لعبه اول مرة تريزيجي ده عالمي حقيقي يعني هو اللي بيعمل أسست لتريزيجي علشان تريزيجي ترك هو اللي يسجل اشتركوا في القناة